عارفين لو تسمحوا لي كده برضو انا يعني حريصة في الفقرة دي ان انا بسط الموضوع لقد ما نقدر في كل حتة بيكونوا بيتفرجوا علينا في اي ريف مصري تفاهمين اعتقد الموضوع ممكن يتبسط في ان عارفين لما يحصل مشكلة في اسرة صغيرة جوة البيت فمش عارفين نحلها وكل شوية المشكلة تتكرر او تزيد او تكبر فنجيب بقى ايه كبير البلد كبير العيلة ونجيب صحاب المشكلة نجيب كل المتضرر منها ونقعد مع بعض قاعدة نطلع حلول نتفق عليها كلنا راضينها كلنا مفيدة لكل الاطراف وما تظلمش هتعرف من الاخرين ويبقى فيه ضمانة ان الحل ده حيتنفذ في المشكلة ما تتكررش ببساطة اعتقد انت ممكن يعني شرح كده يكون بسيط لفكرة الحوار الوطن صحيح لو حد بسيط معنا على التلفزيون هيفهم من حضرتك اللي قلت احنا كده طلعنا او بنتطلع ان شاء الله تشريعات ان شاء الله احنا هنطلع الحل بتاع المشكلة ايه اللي يضمن تنفيذ الحلول دي بشكل قوي وبشكل سريع وجود السادة اللي حينفذوا القوانين دي داخل جلسات الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني بتضم مقرر ومقرر مساعد دول لاجراء تيسير عملية الحوار داخل اللجنة وحيكون فيه ناس متخصصين اصحاب قرار اصحاب قرار طبعا وفيه متخصصين في الملف لعرض رؤية وحل فيه ناس جاية داخل الجلسات حيكونوا بيعرضوا مشكلة هما قريدي مقد منها للحوار الوطني يعني حيكون فيه شخص اللي بيعرض مشكلته وفيه الشخص اللي بيسمع علشان يطلع حل وفيه صاحب القرار اللي يقول اه ده ينفع يتنفذ ولا لا على فكرة من ضمن المخرجات برضو احنا بنقول احنا عايزين المخرجات اللي ينفع نفذها على ارض الواقع في مجتمعنا منطقية منطقية احنا مش هنجيب افكار مش موجودة احنا مش بنختارع العجلة يا دكتورة ريهان ده كلام موجود في الدول العالم كلها وشكل من اشكال تحضر الشديد في الحوار مع المجتمع والاخذ من المجتمع عشان اقدر اقدم له في الاخر شيء نافع خلينا نقول هل يعني بدأت تتبلور بعض الافكار او القوانين او التشريعات او الحلول لحل المشاكل المجتمعية اللي ممكن نكون بنعاني منها كدولة شرقية زي بعيد العالم كله اكيد كل المجتمعات فيها مشكلات ده هنشوفه من خلال الجلسات مش دلوقتي مش هنقدر نتكلم عليه دلوقتي جلسات معمولة عشان كده هل يعني انا ما شفتش بس انا بسأل حضرتك برضو عشان لصدر مشاهدين انه من ضمن يعني الناس اللي بتسمع اكيد فيه متخصصين زي ما حضرتك قلت اكيد فيه طباء نفسيين اكيد فيه اساتزة في علم الاجتماع اكيد فيه ناس بتفهم قانون في التشريعات اكيد التخصصات اللي موجودة عشان اقدر في الاخر اطلع رأي متكامل كل اللي حضرتك قلت ده كترة وناس متخصصين من مجلس القومي للمرأة ناس متخصصين من مجلس الامومة والطفولة موجود وده كترة جمعة موجود من كل التخصصات موجودة طيب دكتورة ريهام من وقع حضورك لجلسات الحوار الوطني ايه اكتر المواضيع اللي وانت بتسمعها يمكن مش انت اللي طرحتها او مش مكنتش على الاجندة بتاعتك بس لما سمعتها تفقلتي او حسيتي ان اه ده فعلا كان محتاج نتكلم فيه ويتحط ما هي مش تفاقل لا تفاقلتي انه الطرح بيبقى فيه حل المشكلات الاسرية الطبيعية زي ما بقول لحضرتك اللي هي بتنتج عن الطلاق يا ده اكبر محور موجود يعني ده بيهدم مجتمع ما هو زي ما حيك قلت طلاق يعني انعدام سلوك تسارب من التعليم فبالتالي بنتطلع عناصر كثيرة في المجتمع تضره نفسها وتضره لكن مفيش حاجة معينة حد مثلا من زمر المشاركين لما طرح بعيدة عن الناس ان يمكن الاسرة او بعيدة عن الطلاق قلتي قال موضوع ده كويس قوي انه موجود في المجتمع ما قدرش اتكلم عن مش عارفين ناخد منها حالي ما قدرش اتكلم احنا لسه ما بدأناش الجلسات في حقيقة ما قدرش اتكلم